السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة القواعد الموجودة في كتاب المعاصر بالنسبة ليونت 1 فصلنا الدراسي 2023 هابقى اشكر كل الناس اللي جاوبت الاسئلة اللي موجودة في الفيديو السابق والنهاردة في مفاجأة ليهم النهاردة ان شاء الله هنقول كل اسماء الناس اللي شاركت معنا في اول فيديو والله كده نشوف مع بعض طبعا الناس اللي بتسأل ازاي نجيب الفيديوهات عادي وانت في القناة مستر عمر لو انت مشترك عادي هتلاقي كده بالصفحة الرئيسية تنزل تحت هتلاقي مكتوب قواهم تشغيل الترمي الاول 20-23 وتحت 20-22 يعني السنة اللي فاتت والسنة للفيديوهات الجديدة المنك طبعا ما تغيرش احنا طبعا نشتغل الوقت على الجديدة هتلاقي نوة الصف الثاني الثانوي هتلاقي اول فيديو ده فيديو شرح الجرامر بالكامل على الصف الثاني الفيديو الثاني ده اللي هو كان اول فيديو اللي احنا شرحنا فيه الكلمات والقراءة والاستماع واللي سيبنا فيها سئلة والناس جاوبتها تعا كده نشوف مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده كان اول فيديو طبعا حاب اشكر الناس كلها اللي دعمتنا في اول فيديو ياريت ما تنسوش اشتركوا في القناة وتعملوا لايك يا رب علشان يوصلكم كل جديد والفيديو يوصل لعدد اكبر تعا شوف كده التعليقات مع بعض مع بعض كده بسرعة طبعا الناس اللي مجاوبة قليلة انا مش عارف ليه هل الاسئلة نسبتها كانت صعبة فياريت طبعا برضو فيديو النوردة ان شاء الله في الجرامر برضو هنسيب لكم مجموعة اسئلة ويا ريت منساش نكتب اسمنا والمحافظة بتاعتنا علشان هنشوف دلوقتي هتلاقي الاسماء مش واضح هنا مثلا الاسماء باسم روح الاسلام مش مجاوبة شكرا لحضرتك وانا حاجة بشكرك جدا اريهام برضو مش مجاوبة برضو بتشكر شكرا اريهام وده كون طبعا بي بي برضو بعد كده عندي هنا ليا ثانك يو ثوماتش بعد كده هنا سيد حمدي برضو بيشكر وبعد كده عندنا اول حد هنا شريف عشور شكرا يا شريف اجابات مضبوطة بعد كده شمس بتقول شكرا لحضرتك واسراء علي شكرا لك يا اسراء واحمد بعد كده عندنا حنان محمد الواجب السؤال لأول شكرا يا حنان داليا بتشكر شكرا يا داليا ومريم شكرا يا مريم بعد كده مكتوب اللهم طب ان شاء ربنا يوفاك وبعد كده روان حمدي بتشكر شكرا يا روان شكرا جدا لك يا هاجر عصام شكرا يا هاجر عبدو شكرا لك يا عبدو وفاء برضو شكرا يا وفاء شمس علاقة ثاني الاء محمد طبعا كتب ممتاز يا الاء ياسمين عرفة برضو شكرا يا ياسمين كتب فرون جيزة ماشت كده تمام كتب الاسم والمكان بتاع محمد وسام الروب البي دي اف ماشا محمد محمد عماد جزاك الله خيرا محمد عبدالراضي انت تقول لنا الموعيد تم ورايب جدا نورهان شكرا لك يا نورهان شايماء شكرا يا يا شايماء ومصطفى احمد شكرا ونانسي شكرا يا نانسي ونوره اه بعد كده محمد علي ماشي شكرا يا محمد وماري وعند كده بقى اسم احمد ديت من كفر الشيخ المكتوب الاسم اميرة شوف لك كون تغير الاسم تمام سيفير وتكنيك انفكشن شكرا لك جدا سماح الشريف محمد عبدالوهاب برضو اه البحيرة ايتي البروت قرية الابراهيمية سيفير تكنيك انفكشن ممتاز يا محمد اه احمد شكرا لك يا احمد ده برضو تم كم شكرا حمل مجاهد ممتاز جابات ممتازة اه بسمة محمد مناصيوت شكرا يا بسمة اه محمود عبدالله اه ماشي يا محمود بساعة ثالثة سنوي مريم نبيل الملك ما تغير شوال حاجة تمام ملك شكرا يا ملك محمد وحيد شكرا يا محمد وعامر وشاهد شكرا ليكم اه هنا طبعا ما فيش اجابات اه هنا ارهام محمد محافظة البحيرة ممتاز يا ارهام شكرا ليك اه ارهام محمد شباك شكرا يا ارهام اه مستل لو سمحت تمام كل التعليقات اه تمام اه تمام ماشي مريم امجد محمد عشان مناخرش عليكو رحمة شكرا شكرا ليكي يوسف نفس المانا جوا ما تغيرش مفيش حد يمجاوب ثاني اه هنا مفيش اه عندنا بقى منا شكرا يا منا بسمعش الاسم منا ولا لا تمام وبعد كده عندنا برضو اه نرمين اسامة من المنوفية ممتاز يا نرمين النهاردة برضو فيها سئلة يا رب الناس شارك حبيبة فاوز شكرا يا حبيبة كي الناس بتشكر بتسرع الكتاب حد كاتب من الالكسندري احمد محمد اسماء سامي البحيرة ممتاز يا اسماء وكده ده كان اخر حد يا ريت النهاردة يزيد يا ريت النهاردة برضو نجاوب الاسيل عشان نتكلم عليكم ان شاء الله في الفيديو القادم يلا كده نبتدي مع بعض بدايتنا من 29 صفحة 29 يلا كده نبتدي مع بعض بيقولي القائد يجب يعني رخصة قيادة احنا قلنا لما شرحنا شرحنا مازد وانا يجيب بعدها الفعل فين الفعل في المازدر فين المازدر هنا هولدز ده في اس دي تو المازدر وانا ما ينفعش يجب قدامها بعدها تو الا ان كانت اماست لما تكون جاية نون بمعنى ضرورة او الانسان او الشخص يطيع القانون مازد لا يفعش مازد بي ازاي وهنا في مازدر ومازد بي لا طبعا دا دي لاباسف كمان بس الجملة مش باسف يبقى مازد بي دلو نقصر القانون عكس او بي يطيع يقصر طيب مازد لا يجب مست بي ومست ده باسه بيبقى مست بريك القانون هنا بيكسر هنا دي جملة مجهولة المجهول بيقول مست أو مست بي بلس التصريف طيب مست ومست ده معلوم مست بي القانون يجب أن يكسر ولا مست بي طبعا مست بي يجب ألا إيه ألا يكسر بعد كده بيقول لي يعني يتبع يتبع برضو مجهولة يجب أن يتبع مست القانون يجب يتبع لا لا يجب لا مست بي ده باس فهوة طبعا مست بي يجب أن هو يتبع القانون نفرض أن احنا نتبعه طبعا آخر حاجة مست بي ما ينفعش الدفاع عن الوطن يكون عايزة أقول بي ضرورة فين كلمة ضرورة صح لا ممكن نقول مست لو حبينا نجيب الماضي منها او الصغط الماضي بتبع ايه هاتو بعد كده عندي ثورتي ون واحد وثلاثي الزائر اللي بيروح يزور المستشفى يجب أن يتوقف عن التدخين يجب أن يتوقف عن التدخين احنا قلنا نصيحة انما ده فرض وإلزام عشان كلمة بانت يجب أن يتوقف عن التدخين توقف عن الوطن يتوقف عن الوطن يتوقف عن الوطن يتوقف عن التدخين يعني معنى كده أنا بخيره لا طبعا يبا يجب أن يتوقف عن اخذ الدواء حتى اخبرك بذلك بعد كده أنا بقولي في الامتحان اللي هو النظام المفتوح كتاب المفتوح مسموح لك وشارع وقانوني ضرورة ان انت تفتح الكتاب طبعا لا عادي شيء قانون الحصول على كارت احمر في المباراة القادمة في مباراة غدا مسموح لك ان انت تاخد تشترك مسموح لك انت محزور من يعني مسموح لك مرخص لك طبعا انت محزور او ممنوع هنا قلنا مست لما بتجيب صغة بتعبر عن اللوم والانتقاد هو انت تلبس لأبيض يوم الجنازة دي حاجة مش كويسة بإذن ولا بانيك ده حزر عدم موافقة عدم موافقة بعد كده لصفحة 34 رقية مصد قلنا بتاخدش اصلا تو يعني بغض نضع التفكير في انها مصد وانا هاف ولا مصند هاف تو هاس تو رقية مفرد ونحن مع المفرد بنستخدم هاس تو كان لازم او يلزم عليها خارج انها تمقص في العمل حتى الساعة الخادثة محمد هاس رخصة القيادة هاس رينيو يجدد نقصة تو هاس تو رينيو لازم يجدد تمام تو بي رينيو دي البسف دي المجهول وجملة مش مجهولة بيوسي مع بعض لأ طبعا يبقى تو رينيو ياجب أن يجدد رخصة القيادة رقية عندلي لين تو stay at work until 5 o'clock مصد ونو مصد وما بيخدوش تو هاف و هاس رقية و لين جامع يبقى هاف تو هاف ومصدر اقايب تو فيد تو المصدر هاف ومصدر اقال لا تو بي فد ده مجهوله و جملة مش مجهوله بي فد برضو جملة مش باسب ولا حاجه يبقى هاي هاف تو فيد بي بعد كده بيولي دي بيبي هاز يجب ان ايبقى الولد ها يطعم ركز بقى يبقى داي مجهول طب المجهول احنا بنقول ايه to be والتصريف السالس to feeding لا to be fed يطعم be fed نقصة to يبقى has to be fed يجب ان يطعم بوسطة اي حدتين to leave now ان يغادر have you to لا نقصة got رحش اقول له have you to leave now انتو غادر الان بعد كده بيقول لي have you got صح do you have to هل يجب برضو صح يبقى بيوسيل اتنين معه بقى ايمن to do all these jobs alone يعمل شوه ده الواحده hasn't to مش حاسمها hasn't to اسمها doesn't have to فعش كانت تنفع لو في got اسمها فيش got doesn't have to دي صح haven't نقص got واصلا مع ايمن دايمن ايه جامع ايمن مفرد سوري ايمن don't ايمن ما يخدش طبعا don't بقى doesn't have to ايمن انت اشرف to do all these jobs alone جامع بقى hasn't to ايمن واشرف لا doesn't مع ايمن واشرف لا عندي haven't وعندي don't have طيب haven't نقصة got يبقى don't have to بعد كده عندي 35 you to renew your driving license next month الشهر الايه القادم نعمل ايه نجدد الايه الرخصة الخاصة بالقيادة next month ده مستعمل بيقول لي you have to you will have to you will have to سوف يجب must فيش الزام هنا طبعا خارجي ده قصد سورة دي الزام خارجي وبعد كده a b مع بعض طبعا انه ينفعوا you have to renew وينفعوا you will have to renew يبقى الاتنين مزبوطي I to stay up late last night أصهر to look after my baby sister was ill last night يعني الليلة الماضية اللي لزم في الماضي have to didn't have to لازم مكنتش مضطر ان انا أصهر had to needn't للمكنتش في حاجة ان انا عمل كده طبعا Mr. عبد الرحمن to buy a 10th generation laptop لابتوب بيجيل عاشر because his old one has become old fashion لان اللي معاه بقى old fashion موضة قديمة يبقى مضطر انه يشتري الوقت had got لأ نحن بدلوقتي had has to a new shirt جملة مجهولة and iron it before you wear it for the first time التشيرت نوية يجب انه ملو بقى يعمل ايه يغسل جملة مجهولة طب احنا في المجهولة بناخد to be والتصريف السالس washed لا ده ده كده ماضي تان to wash ده كده ماضي عادي مش مجهول هاد to must be washed نقص to يبقى to be washed يجب ان ايه ان يغسل اكتب كده السابق قدامها يا سنة تانية مجهول بعد كده عندي بيقولي you smoke in public place الاماكن العامة بيقولي you must لا يجب ان احنا ندخن في الاماكن العامة must لازم له طبعا haven't to مش هاسمها haven't to اسمها haven't to haven't got to don't have to مش يعني ممكن ندخنه ممكن لا طبعا you mustn't you buy you buy تشتري a new pen الام جديد you can put mine انت ممكن تاخد الالم بتاعي يبقى انا عايز اقوله ليس من الضروري and you mustn't هاحزره من ان هو يشتري الام جديد هل دي فيها حاضر الجملة دي ولا don't have to انت مش مضطر ولا haven't احنا هننا نقصه ولا didn't جملة مش ماضي اصلا ده بيقولك can you don't have to i don't have any money معيش اي اموال so i not to find an ATM علشان كده لازم الاقي ATM i have to صح i need to صح i must to مست اصلا متاخدش to يبقى الاثنين مع بعض you needn't احنا وانا needn't بيجي بعدها الايه needn't بيجي بعدها المصدر out in this bad weather you can go what need delivered to your home go مصدر needn't to لا متاخدش to have to go لا بيوسي مع بعض لا يبقى i knew i had enough time انا كنت عارف ان انا عندي وقت so i طالما انا عارف لما هو يكون على علم بشيء يعلم انه ليس ضروري يعلم انه ليس ضروري ولم يقوم به يبقى needn't have harried لا ده عمل حاجة ما كانش يعرف انه ليس لازم تتعامل تمام needn't to harry ليس في حاجة انه يسرى needn't harry didn't have to harry هو كان عارف انه ليس لازم يسرى علشان هو عنده time يعني عنده وقت يعني اللي احنا قلنا معناها كنت على علم بالشيء ده انه ليس ضروري تتعامل وعشان كده انت ما عملتوش عكس مين عكس needn't have والتصريف الثانس لسه مكملين في نفس الصفحة وهنا بقى هناخد الواجب بتاعنا اول جملة واجب وتاني جملة وتالت جملة وربع جملة هقراهم معاكم ياريت نكتب الاسم والمحافظة ما ننساش وان شاء الله الفيديو القادم زي ما عملنا في الحل برضو نشوف الناس اللي جود all people كل الناس wear masks because of coronavirus it's a rule يعني قاعدة وقانون في القاعدة والقانون بنستخدم might must should can خالتي في المستشفى i visit her yesterday yesterday يعني ايه yesterday يعني بالامس كان لازم ازورها ايه بالامس انا مفروض نروح لها yesterday دي خلا بايكم يلزم ماضي had got to needn't must had to واضحة جدا الماضي من must my little sister isn't allowed ودي مش مسموح لها to play this game because she not be more than eight years old to play it اكثر من 18 سنة and she's just four اللعبة دي الناس اللي عندها 18 واخت الصغيرة عندها كام عندها اربع سنين يبقى هي ملها يبقى هي اللعبة دي ايه بقى تعال نقول mustn't has to has got to doesn't have to هارها الكو تاني my little sister isn't allowed اخت الصغيرة مش مسموح لها to play this game because she not be more than هي لازم عادي نقول الكلمة لازم يكون عندها كان يكون عندها آآ 18 سنة وهي ما عندهش الاربع يزين بقى كلمة ياجب ان او من الضروري ان والجمدة طبعا مدارة الاختيار ده has got متهيال nice a nice to فالاختيار ده مستعبع شوفوا بقى كلمة لازم فين في دور اربعة you eat things with lots of salt or fat in them تاكل حاجات مليانة ملح ومليانة هون ايه رأيك انت بقى في الحاجة دي must يجب mustn't لا يجب have to يجب عليك should جمل سهل لو هو درس سهل رقم خمس سبب ده نجاوب انا معاكم you smoke in public place it's not allowed it's not allowed مش مسموح لك متالي بانت must يجب انت تدخن mustn't have to mustn't have to leave have to leave have to leave need to leave طبعا عمر isn't here عمر ليس موجود هنا he had to leave كان مضطرة للمغادرة مبكرة لانها دلوقتي مش الملقتوش يبا هو عمل ايه يبا هو مش we all smoke in petrol station محطة البترول او البنزين وندخل ايه رأيكو بقى في التدخين في محطة البنزين out يا out بتاخدته اصلا مش ينفعله لازم mustn't neednt انه مش في حاجة كده شد طبعا mustn't ده حاضر his car broke down سيارته تعطلت so he not go to work by bus كان مضطر يروح بالبسط تمام بعد كده عنده هنا بدين بقى ايه طبعا بروك ده ماضي had to had to مطارق didn't have to مش لازم يروح must يجب طبعا had to كان مضطرا ان بعد كده بيقول لي you do all this hard work alone تعمل هذا العمل كله alone لوحدك it's my duty to help you ويجيبي انه مساعدك يبقى انت ايه لست في حاجة او مش لازم you need انت لازم تعمله كله you have to انت لازم تعمله كله you don't need to انت مش محتاج must لازم طبعا عايز اقول له انت مش لازم تعمله كله i have to talk to usama لازم اتكلم مع اسامة i forget to call him انا نسي تكلمه i must انا لازم انسى كلمه i mustn't forget وكانش لازم انسى i have to كان لازم انسى i don't have to ليس في حاجة الى طبعا i have to i have to i have to i have to decide انت لازم وبيقول له انت معك وقت تلوز وانت لازم في حاجة طب ازاي قيم وقول له don't رولز طالما قال لي رولز احنا قلنا قواعد يبقى must to mustn't او ايه او طبعا have to انتشوف هنا الجملة رابطة العنق هنا طبعا ده حاجة ما ايه مفروضة عليه تمام يبقى احنا عندنا احنا قلنا رولز ورولز القواعد بنستخدم must طيب احنا قلنا لو القواعد في مواقف محددة بنستخدم have to has to يعني ايه مواقف محددة هنا بيقول لي في المطعم طيب ايه قاعدة في موقف محدد خلي بالك ايبه مش must must لو قاعدة عامة انما هنا مش عامة ده في موقف معينة اللي هو الدخول للمطعم يبقى انت ايه طبعا don't have to لا what should you have to wear a tie انت لازم ان انت ترتدي ايه رابطة عنه قرفنا السبب عشان ده موقف محدد بعد كده بيقول لي هنا his temperature is normal درجة حرارته طبيعية so he not this medicine now الدواء ده دلوقتي needn't take مش في حاجه لي had can لازم ياخده لا should have taken the passive must take لازم ياخده لا طبعا ده بيقول لي ايه درجة حرارته بقت normal وطالما بقت normal عادية بهو خلاص كده ايه مش لازم رقم 15 you turn on the central heating اللي هو طبعا درجة الحرارة المركزية it's automatic هي اصلا شغالة automatic بقى انت مش لازم you mustn't حاضر ومن don't have to مش مضطر must shouldn't don't have to you buy that book you can borrow mine انت مش لازم تشتريه تقدر تاخد بتاعي فين مش لازم بقى mustnt ده حاضر هي مفاشي نحاضر ولا حاجة neednt لست في حاجة shouldn't نصيحك can't you neednt you leave the school without my permission تسيب المدرسة من غير ازني set the head teacher اوه مدير المدرسة قال له كده مش مسموح لك تغادر من غير متاخد ازني طبعا المدرسة shouldn't انصحك mustn't ساينس mean that you park here لما اجلت لافتة مكتوب علينا parking that you not a mustn't park here aren't allowed to park here are allowed to مسموح لك must يجب ان طبعا احنا لما نلاقي اللافتة بكده يبقى احنا ايه يبقى احنا هنا اه المفروض ان احنا mustn't aren't allowed الاتنين زي بعض هنا مديني mustn't ومديني aren't allowed فالاتنين مفروض كان اداني ايه ربيل لان اصلا ما فيش فرق بينهم no parking sign means that you mustn't park here we aren't allowed to park here الاتنين صح دي صح ودي صح دي طبعا غلطة في الكتابة مفروض كان قال a and b it's prohibited to smoke here محذور تدخن هنا that means you smoke here ده معناه ان انت ايه ان انت تدخن ايه هنا بقى تعان شو بقى الجملة هنا this means you can't you must لازم تدخن needn't لست في حاجة you have to طبعا you can't برضو هنا بيحذرني عادي this means you can't smoke here if you go to Egypt لو روحت مصر او لو سفرت مصر you forget to visit the pyramids they are great هنا بيواسط توصية قوية جدا او بيخترح اقتراح قوي ان انت لازم ما تنساش ضرور الهرامات don't have to مش في حاجة needn't لها تحتاج don't needn't and you mustn't forget يجب ان لا تنسى بعد كده ميقول لي what you have done use so much sugar to my tea now i can't drink it what you have done انت عملت ايه انت نوات سكر كتير جدا ان انا مش قادر اشربه يبقى you على سبيل حط الحاجة دي طبعا you didn't have to add كانش لازم تضيف you needn't add you needn't have added you don't have to add هو عمل الكارسى ولا ما عملهاش هو عمله هو ضاف ما كانش يعرف طبعا يبقى فعل شيء وما كانش يعرف you needn't have added انت ما كانش لازم تضيف since this is private parking area منذ ان هم عملوا هزي ال private parking area هزي المنطقة الخاصة للركون you not its use you don't have to you are allowed to its use you are banned from its use ولا you are mustn't طبعا مش حاسمة you mustn't its use يبقى you are banned from its use انت ايه معزور من الايه لاستخدام it's already hot الجو فعلا hot uses heavy coat keep it in your bag كان يجب ان تحضر ولكنك لم تحضر لها طبعا needn't have brought ما كنتش في حاجة ان انت تجيبه حط بها في الشنطة وما كانش يعرف needn't have to bring must have brought طبعا needn't have brought اللي هو فعل شيء ولم يكن يعلم انه ضروري the red light الاشارة الحمرة means stopping this sentence expresses الاشارة الحمرة معناها نتوقف الجملة دي بتعبر عن ايه اول اختيار هنا عندنا بيقول لي intention expectation obligation الزام common belief اعتقاد عام طبعا دي obligation الزام و ضرورة معناها stop يبقى ده بيلزامني we talk together it was an exam ده كان امتحان يبقى we mustn't talk together didn't have to we weren't allowed to needn't لحد هنا كده صح بس الجملة بيقول لي كان امتحان يبقى we weren't allowed to talk ما كانش بسموح لنا ايه نتكلم it was first aid it was انه كان ضروري ان نستخدم must نقصى a must يبقى it was a must to must to doing must مش بيقى بعدها ing it was a necessity to do دي مضبوطة a necessity to doing يبقى يما كنا قلنا a must to do يما a necessity to do وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو الجرامر الفيديو القادم ان شاء الله listen three four وحل الاسئلة واخر فيديو هيكون five و six اي حد عنده مشكلة يكتبلي في الكمنت تازلونا ان شاء الله في الفيديو القادم مع تمنيات بدوام التوافيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته